ثمت موت هنا عنوانه الجفاف ولماء العراقي نصيب من جفاف أكل جدران بيته الأمني والسياسي والاقتصادي وكأن بحيرة ساوى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة تنطق الوجع الذي يخبئه العراقيون في قلوبهم لا أثر لساوة بعد اليوم البحيرة النادرة من نوعها وقد كانت شاهدة على تنوع حيوي وئد بفعل التغير المناخي والاعتداء على المياه والنشاط البشري الجاهل في لغة الحب والماء لن تصدق إذن أن البحيرة وما حولها كانت مقصد السياح من عائلات كانوا يقيمون في فنادق ومتنزهات في تسعينيات القرن العشرين لكن الوضع تغير تماما إذ جفت بحيرة ساوى بالكامل وباتت ضفافها تغص بالمخلفات البلاستيكية والأكياس العالقة على شجيرات جافة على أطراف المنخفضة مع هيكلين حديديين أكلهم الصدق لجسرين عائمين كان يعلواني سطح البحيرة أسباب يقف على رأسها سوء الإدارة والاعتداء على المياه الارتوازية بتغذية مشاريع صناعية غير مدروسة لطبيعة المكان وجغرافيته ساوى التي ذهبت هباء منثورة تصرخ اليوم في وجه المسؤولين لإنقاذ خيرات العراق النادرة والثمينة والتاريخية أيضا وبلغة الخسارة الكبرى فقد ودع العراقيون ساوى وداعا مجبرين عليه لا يعوضه أي شيء سوى أن تنظر العيون إلى ما بعد ساوى قبل أن تصبح مدن الملح سيدة الموقف هنا وهناك اشتركوا في القناة